موسيقى في صحيح مسلم عن أبي رفاعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً كان يخطب تخيلوا تخيلوا الآن الحرية الانفعالية والحرية السلوكية التي برئنا منها وبرئت منها فأوشكت أن تصير حيواتنا مجرد مسلسلات من التكلف والتمثيل والافتعال وهذا هو المقروح النبي لا كان حرًا حرية عجيبة جدًا حرية البراءة والطهارة والإنسانية يخطب على منبر يخطب والناس تستمع إليه يقول أبو رفاعة فأقبل رجل غريب أعرابي قال يا رسول الله رجل غريب يسأل عن دينه ما يدري ما دينه أنا جائز عن دينك تخطب فيه ما تفهم أنا ليس فهم أي حاجة حبيت الدين دخلت الإسلام لكن لا أعرف عنه ولا شيء قطع على النبي خطبته ترى عذب الصحابة سكتوا النبي يتفاعل الآن أنا يخاطب بالنبي ليس سكوت الصحابة كلهم سكوت يقول فنزل النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وقطع خطبته لم يكم الخطبة نزل مباشرة قال وأقبل علي وقدم إليه كرسي صبت قال حسبت قوائمه حديدة فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ترك الخطبة يسأل عن دينه رجل جاهل مسلم متعلم يسأل عن دينه قال ثم عاد فأكمل خطبته حتى أتى على آخرها أكبلها ما هو الإقبال هذا يا رسول الله ما هو التواضع ما هو العظم لأنه هاد ولكل قوم هذا هاد هو الهاد الأعظم في هذه الأمة وفي كل الأمم هؤلاء مهديون صحابها ما شاء الله يزدادون علما هذا لا فقط يتعرف على ألف باء الهداية لا يعرف شيئا قال ما يدري ما يدينه هذا مهم أن نقبل عليه لا يهمون الأعداد أن يستمع علي ألف و ألف و ثلاث ألاف لا مهم هذا أن نساهم في هدايته في البيان له هذا النبي لو فعلها خطيبنا اليوم لقام عليه جمهور أول ما قاموا وإحنا فضيين وعننا وقت كافي يا أخي يتفلسفون مباشرة طبعا أوقاتهم مباشرة الله كأنها مقضية في الخيرات دائما يغضبون على الخطيب هذا لو سلم من أن يتهم في عقل إنه هذا مجنون ينزع المنبر مجنون هذا هذا منبار يا أخي ما هو منبار سجن يعني النبي فعلها ونزل مرة الحسن الحسن عليه السلام كما تعلمون واعتنقهما وأقبل بهما على منباره هذا النبي الإنسان هذا هذا النبي الإنسان عليه الصلاة وعفظه السلام لا لا الآن في تاريخنا الإسلامي يقرأ الجاحظ وسهل ابن هارون وكذا اقرأوا وشوف حتى الخطباء اليوم إذا قام على المنبر كأنه حجرة لا تتحرك ولا يتحرك ولا يحرك بيدي النبي لم يكن كذلك النبي كان يعبر وكان يصور والمنبر يهتز تحت أقدامه حتى يقال يسقط به سيسقط به تكلم بحرارة بإنسانية يوضح يبين ليس فقط كأنه آلة تسجيل يحفظ شيئا ثم يردده على الناس حبثا حرية انفعالية هذه الحرية الانفعال الحرية التعبيرية صلى الله على معلم الناس الخير من سمات الحديث الجيد أيها الإخوة والأخوات حتى نعين المستمعين على أن يسمعوا جيدا الاختصار طبعا أنا بريء من هذا الاختصار الإجاز